بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما صلوا على حبيب الله كل عام ونتبقى الفخير والصحة والستر من الله وعيد سعيد عليكم هنعمل مع بعض النهاردة كيك الرواني بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان هسيبلك في تعليق مسبت قيمة لجميع أنواع الكيكات اللي عملتها في القناة يريد تبص عليها تعجبك جدا يلا بينا لطريقة التحضير ومكونات الوصفة بتاعتنا هنحتاج في المكونات بتاعتنا النهاردة كباية اللي ربع من الزيت كباية اللي ربع من السكر وكباية من اللبن واربع بيضات ولو متوفر عندك البيض كبير شوية استخدمي تلاتة بس معلقة كبيرة من بشر البرتقان ويريد نجيب القشرة الصفرة بس ما نجيبش القشرة البيضة علشان بتدينا مرارة شوية وكمان هنحتاج معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة او الفانيليا البودر المتوفر عندك في البيت جميع المكونات بتاعت دي هحطها في شفشاء الخلاط وهبدأ ان انا اضربها كويس جدا من دقيقتين لتلات دقايق لحد ما خلي الخليط بتاعي يتجانس كويس جدا جدا مع بعضه هنزل بكل المكونات بتاعت زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده هضربها هيتبقى معايا مكون واحد بينضرب في الخلاط وهي الجست الهند جست الهند هنستخدم منها نص كوباية معاك من نص كوباية لكوباية زي ما انت عايزة على حسب درجة الريحة او على حسب الطعم اللي انت عايزاه انا هنا استخدمت نص كوباية وكان طعمها واضح جدا وباين وكمان الريحة كانت ظهرة معايا جدا جدا دي النص كوباية نفس الكوباية اللي استخدمتها عيرت بيها كل المكونات بتاعتي انا هضيف النص كوباية بتاعتي وهبدأ ان انا اضربها برضو كويس جدا في الخلاط لحد ما خليها تتجانس مع الخليط كمان يفضل ان هي تكون نعمة شوية علشان ما تعمل ليش حبيبات كده في الكيكة من جوه خلاص ضربنا الخليط بتاعنا كويس جدا هنجيب بولة ونبدأ ننزل بالخليط بتاعنا اللي فيه المكونات السائلة كلها هنحتاج معانا كباية من دقيق الصميد كباية لربع وهحتاج كمان كباية من الدقيق الفاخر اللي هو دقيق الحلويات وهنخول طبعا هكون نخلاية كويس جدا اللي هو دقيق الحلويات هنزل بيه دلوقتي انا نزلت الاول زي ما انتو شايفين بدقيق البسبوسة او دقيق الصميد زي ما بتسموه وهبدأ انزل بالدقيق تدريجيا كده زي ما انتو شايفين وقلب انا حطيت كباية لربع بس لاني انا هستخدم هنا كباية وربع من الدقيق فحبيت ان انا اخلي الكمية تكون متساوية من دقيق البسبوسة ودقيق الحلويات فانا حبيت ان انا استخدم دقيق البسبوسة يكون نص دقيق التاني فهميني يعني انا حطيت نص كمية الدقيق الفاخر دقيق بسبوسة كده ده ربع كباية كمان هبدأ ان انا اضيفه وقلبه كويس هستخدم معايا كيكشف بيديني نتيجة كويسة جدا فانا هستخدمه النهاردة وهبدأ قلب الخليط بتاعي كويس جدا وهحتاج لمعلقة كبيرة من الكيكشف وهنحط كمان زرة الملح من انسهاش وزي ما انتو شايفين دي معلقة من البودر ورشة بسيطة جدا من ملون البرتقان لو مش متوفر عندك مفيش مشكلة طبعا احنا شايفين لون خليط الكيك قبل وبعد ما حطينا الرشة البسيطة من لون البرتقان زي ما انتو شايفين بتدي نتيجة كويسة جدا وبتدي لون حلو جدا للكيكة ومحطناش غير حاجة بسيطة جدا وان شاء الله مفهاش اي ضرر في صانية مقاس 26 انا مش عايز ارتفاعها عالي جدا هبدأ افضل الخليط بتاعي بعد ما بطنها كويس جدا بالزيت وبدي ايه وممكن تحط السمنة كمان بتدي نتيجة وريحة حلوة جدا وهغبط خبطتين على الصانية وعلى طول هدخلها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 وبالشكل ده هبدأ بقى اعمل السيرم او العسل بتاع الكيك هستخدم كوباية من السكر وكوباية من المية مقدار السكر حوالي عشر معالي انا هنا مقللة نسبة السكر لو ملاحظين علشان احنا ما بنحبهاش مسكر قوي ومش عايزها تبقى مع الجنة كده والسكر بينزل منها انا مش عايزها تبقى طرية جامد وفيها سكر طبعا انا حطيت المكونات بتاعتي المية مع السكر وحطيت عليهم عصرة نصف لمونة صغيرة مش عايزة قطر لمون علشان الريحة ما تبقاش باينة اوي في الكيكا بتاعتي هقلبه كويس وهرفاه على النار لمدة عشر دقايق بالضبط هيكون قوامه بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده انا حطه على النار متوسطة لحد بالضبط عشر دقايق احسبيه له عشر دقايق عايزينه لا تقيل اوي ولا خفيف اوي انا مبطأ هنا الصرع علشان تشوفوه كويس وهركينه على جنب عشان يكون معايا دافي على ما الكيكا بتاعتي تستوي وتطلع من الفرن الكيكا هتاخد معاك من ساعة لربع الساعة على حسب الفرن بتاعك بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده طلعت معانا الكيكا هشة جدا وجميلة ورحتها تحفة جدا وجوز الهند بيديها راحة حلوة جدا مع البرتقايق بعد ما الكيكا بتاعتي هديت عشر دقايق ابتديت ان انا انزل عليها العسل حطيت نص الكمية واستنيت شوية لحد ما الكيكا كده اتشربته وبعدين ضفت نص الكمية التانية عطيت كل الكمية اللي احنا عملناها مع بعض وطلعت مظبوطة جدا جدا وسكرها مظبوط للي ما بيحبش الحاجة مسكرة اوي وكمان طرية معانا ووشها جميل جدا جدا وزي ما انتو شايفين اللون بتاعها هايل جدا بالشكل ده نكون خلصنا هنبدأ ان احنا نقطعها زي ما انتو شايفين بتتقطع معانا بسهولة جدا ولو انت حابة تقطري نسبة السيرم شوية او العسل اللي هتشربي به الكيكا بتاعتك مفيش مشكلة تقدري تزودي عن كده انا قللتو علشان احنا بنحبهاش مسكرة اوي وزي ما انتو شايفين كده النتيجة هايلة جدا ومتشربة لكن مش متشربة بزيادة وكده يا حبيب قلبي نكون خلصنا الفيديو عملنا كيكترواني بطريقة سهلة وبسيطة يارب اكون افدتوكم وزي ما قلتو لكم في تعليق مسبت هسيب لكم قيمة تشغيل لجميع الكيكات ياريت تبص عليها كده هتعجبك جدا جدا وهقولك بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وياريت تشرفيني بزيارتك على الفيسبوك هكون سعيدة جدا بوجودك معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سعيد عليكم